اليوم راح نتكلم عن الجزء الثاني من التخصصات الموجودة بالتمريد بالولايات المتحدة الأمريكية وبعضها عمرك ما سمعت فيها وكيف تتخصص في كل واحد منها السلام عليكم أنا محمد ناصر أبو يوسف بكلمكم من فناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريد مهنة الأعظماء فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر واعمل الهاند واشنك البسلي غلاوز وهاتي الماسك معك الحلقة الماضية تكلمنا عن الجزء الأول اللي حكينا فيه عن النيرس سبيشاليست أو النيرس براكتيشنير وتكلمنا فيه عن ممرضين العيادات وتكلمنا عن ممرضين التجميل وممرض التخدير اليوم راح نتكلم عن ممرض الحروق وممرض الكامب نيرس وغيرها رقم ستة البرن نيرس أو ممرض الحروق هذا التخصص لازم تتخرج من كلية أو جامعة بينفع تكون براكتيكال بعدين تكمل بعدها بتأخذ الإنكليكس بعدها بتشتغل يا إما بالحروق يا إما بقسم آي سيو يا بتشتغل بأي قسم لكن يكون عندك تدريب متخصص في حقل متعلق بالتخصص يا العنايب المركزة يا بالجراحة يا بالودكير يا باشي زي هيك الرخصة بتخذها من منظمة الحروق اللي هي American Burn Association عن طريق ال Burn Nursing Certification Board اللي هو الجهة اللي بتعطي شهدات لممرضين الحروق وتسمى Certified Burn Nurse يعني ممرض حروق مرخص يجب أن تتخرج من الجامعة ثم إنكليكس خبرة سنتين في الحروق منهم 1960 ساعة خبرة عملية على الأقل في آخر سنتين والنجاح في امتحان ال Burn Nurse Certification Exam وتجدد الرخصة كل خمس سنوات بشرط أنك تأخذ 60 ساعة دورات رقم سبعة هذا من التخصصات الغريبة اللي مش موجودة إلا بأمريكا ال Camp Nurse يعني أنت بتوفر رعاية صحية للمخيمين والموظفين في المخيمات الصيفية الطلاب اللي طالعين رهلات بتنظم جمعية تنريض المخيمات اللي هي Association of Camp Health زمان كانوا سموها Association of Camp Nurses هاي المنظمة بتنظم المهنة وتتضمن المؤهلات عادة باكالوريوس إنكليكس وغالبا بشترته خبرة أطفال أو طوارئ ما في رخصة معينة تنعطى لهاي المهنة بالذات لكن الشهادات اللي إلها علاقة بهذا التخصص مثل ال BLS والACLS والإنعاش المتقدم وغيره مفيدة جدا ولا يوجد عدد ساعات محددة لكن يوصى بشدة بخبرة في تمريض الأطفال وتمريض الطوارئ غالبا ما بيشاركوا ممرضين المخيمات في دورات التعليم المستمر وبيجددوا أي شهادات متعلقة بتخصصهم بشكل دوري تخصص الثامن اسمه Cardiac Nurse أو ممرض القلب ممرض القلب يعتني بمريض القلب تحت إشراف طبيب القلب لازم يكون معك شهادات إنعاش الأساسي والمتقدم ولازم تعرف تقرأ ECG ولازم تعرف تعمل defibrillation أو طاط الصدمة الكهربائية شغلك الهارت يونت، الهارت سيرجري يونت، الـ CCU، الـ ICU ورح تأخذ التخصص بعد اجتياز اختبار الكارديوفاسكولر من منظمة الأمريكان نيرسز كريدينشالينك سنتر واحفظوها لإسم كتير لأنه تقريبا رح يمر معنا في كل التخصصات وبتتسمى certified vascular nurse تخصص شبيه فيه أو متفرع منه اسمه telemetry nurse يعني ممرضة CCU هذا التخصص إنت بتجيس الضغط بتعمل ECG تعطي الأدوية تشتغل فيه أقسام telemetry اللي هي القسم اللي المريض بيكون فيه مشبوك على monitor لازم يكون معك بكالوروس، لازم يكون معك إنعاش متقدم اللي هو الـ ACLS ويستحصن خبرة سنة أو سنتين في الباطن أو الـ ICU يستحصن خبرة بالعناية المركزة أو بالكاردياك نيرسينك ويقسم إلى أكثر من نوع ممكن يكون معك Cardiac Vascular Nursing Certification هاي الشي هذا بتنعطيها من الـ American Nursing Credentialing Center بشرط خبرة سنتين أو ألفين ساعة خلال آخر ثلاث سنوات في قسم قلب الذات ودورات ثلاثين ساعة خلال آخر ثلاث سنوات ممكن تكون Progressive Care Certified Nurse وهاي بتأخذها من الـ American Association of Critical Care Nurses بشرط خبرة ألف وسبعمائة وخمسين ساعة خلال آخر سنتين أو ألفين ساعة خلال آخر خمس سنوات تأخذ الرخصة بتجددها كل ثلاث أو خمس سنوات حسب الجهة اللي بتعطيك الرخصة بثلاثين أو خمسين دورة وممارسة المهنة لمدة معينة تختلف حسب الجهة المانحة للرخصة إعادة الامتحان اختيارية لكن إذا فشلت في الشرطين السابقات بتصير إجبارية إذا معرفت تأخذ خبرة مدة طويلة أو تجيب دورات لعدد معين بتعيد الامتحان كل خمس سنوات وخلاص من الأنواع المتفرعة عنه برضو الكاردياك انترفينشن نيرس يعني أنت ما بتشغل في مرضى القلب ولا بتشغل في السي سي يو أنت شغلتك المريض اللي بيخضع للإجراءات القلبية مثل القسطرة بحاطة ستنت يعني أنت بتشغل جوه القسطرة وهم بحطوله الستنت عمليات القلب المفتوح وغيرها الهيئة المنظمة لهذا التخصص هي الامريكان اسوسياشن اوف كريتيكال كير نيرسز ومنظمة سوسيتي فور كارديو فاسكولار انجيوغرافي اند انترفينشن هيك اسمها ومنظمة الامريكان نيرسز كريدينشلينج سنتر ومنظمة سوسيتي اوف انفيسيف كارديو فاسكولار بروفشنالز وفي منظمة اسمها امريكان كوليج اوف كارديولوجي يعني بتعطي رخص للممرضين للأطباء فإنت ممكن تأخذ الرخصة من أي واحد منهم لازم يكون معك بكاليروس ناجح انكليكس بعديها حصلت على تدريب متخصص في عمليات القلب او يكون معك خبر الطوارئ او عناية مركزة او في قسم القلب ممكن تكمل ماجستير اي سيو او كريتيكال كير مع التركيز على امراض القلب وممكن تأخذ رخصة ثانية الرخصة الثانية اللي هي سيرتيفايد كارديك ريهابيليتيشن بروفيشنال ريهابيليتيشن انت شغلتك نفس المريض اللي عمل عملية او قسطرة لكن بعد ما يطلع من العملية بتعمله ريهابيليتيشن راح تحتاج الفين ساعة على الاقل خبر عملية في قسم قلب في اخر ثلاث سنوات وثلاثين ساعة دورات في جراحة القلب في اخر ثلاث سنوات عشان تجدد الرخصة كل ثلاث الى خمس سنين بتجددها حسب نوع الشهادة وحسب مين اعطاك الشهادة بخبرة في القلب وعدد ساعات معين في التعليم المستمر في نوع ثالث اسمه الكارديك فاسكولر نيرسينج سيرتيفيكيشن هذا بتأخذه من الامريكان اسيشيشن اوف كارديو فاسكولر اند بولموناري ريهابيليتيشن تحتاج الف ومتين ساعة خبرة على الاقل في قسم كاردياك ريهابيليتيشن اول مرة بتاخد فيها الرخصة راح تحتاج مؤهلات بتختلف حسب الجهة المانحة للترخيص عادة راح يطلب منك ما بين الف وسبعمية الى الفين ساعة خبرة على الاقل في قسم الى علاقة بالقلب ولا تجديدها بدك تكون 75 ساعة دورات منهم على الاقل 25 ساعة في جراحة القلب بالذات خلال اخر خمس سنوات اما الممرض CCRN بالذات فبحتاج 100 ساعة دورات في اخر ثلاث سنوات من الانواع الغريبة برضو في امريكا من تخصصات التمرين فيش اسمه الكوريكشنال نيرسز يعني ممرض الاصلاحيات او ممرض السجون هاي بتخصصوا فيها برضو لانك في السجن انت البرايماري هيلف كير بروفايدر راح تفحص السجنة في بداية دخولهم للسجن راح تعمل سكرينينج تعرف مين عنده امراض معدية من عنده امراض مزمنة من عنده امراض نفسية وهكذا وتقدم الرعاية الصحية للسجين او الاحداث ويمكن فيما بعد تطلب شهادتك في المحكمة اذا صارت مشكلة بينهم او واحد حاب ينتحر او كذا ممكن تكون ديبلوم او باكالوريوس يفضل يكون معك خبرة بالطوارئ او بالنفسية او تمريض المجتمع الكميونيتي نيرسينج الرخصة مش اجبارية لكن احسن اليك بتزيد اعترافهم فيك واحترامهم اليك وممكن تزيد الراتب طبعا وتزيد فرصك في ايجاد وظيفة هاي الرخصة بسموها Certified Correctional Health Professional وبعطوها منظمة National Commission on Correctional Health Care بشتر تكون معك رخصة RN يعني انجحت بالجامعة خدت الانكليكس ومعك خبرة سنتين في اي تخصص منهم 2000 ساعة خبرة في سجن و54 ساعة دورات في اخر ثلاث سنوات بتجدد الرخصة كل سنة ب18 ساعة دورات في نفس تخصص تمريض السجون اخر تخصص رقم 12 الي هو الدياباتيك نيرسيز الدياباتيك نيرسيز او تمريض السكري مرض السكري له تخصص لحاله اسمه ممرض السكري وهذا التخصص بتفرع منه تخصصات ثانية ممكن تصير الدياباتيك واند سيرتيفايد اليك دخل بس في جروح مريض السكري لانه قلها طريقة لحال كيف تعمل دريسنج ممكن تكون دياباتيك ممكن تتخصص في الدياباتيك ممكن تتخصص في الدياباتيك ميديكيشن او الدياباتيك فارماكولوجي له انواع كثير لسه هذه التخصصات تدعمها الامريكان دياباتيك اسوسيييشن والامريكان اسوسيييشن اوف دياباتيك اديوكيترز والامريكان دياباتيك كير اند اديوكيشن سبيشاليست بطلبه منك رخصة ار ان يعني تتخرج من جامعة وتنجح في الانكليكس بعدين خبرة في علاج مريض السكري والتفقيف الصحي له الرخصة اسمها سيرتيفايد دياباتيك كير اند اديوكيشن سبيشاليست اخصائي علاج وتثقيف مريض السكري تحتاج سنتين خبرة على الاقل كممرض قانوني لاصدارها خبرة الفين ساعة عملية على الاقل في علاج مريض السكري والتثقيف الصحي له خلال الاربع سنوات الاخيرة وخمسة عشر ساعة تدريب وتعليم مستمر في تمريض السكري خلال اخر سنتين عشان تستمر او تجدد الرخصة كل خمس سنوات بتجددها بخمسة وسبعين ساعة تعليم في مجال تخصص مرض السكري فقط الحلقة الجاية راح تكون اهم حلقة لانه راح نتكلم عن تمريض الطوارئ العناية المركزة الاسنان وغيرها كثير استنونا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة